اقول لحضراتكم الوكالة الصينية الكبيرة قالت عن مصر قالت مصر هي اكبر واهم دولة قامت بجهد وحققت نجاحات في دورها في السياسة الخارجية في محيطها للقيم تاني قالت ان مصر في 23 قامت بحل ازمات وصراعات رغم تحديات اقتصادية كان البعض بيرشح مصر ان هي هتنغامس كطرف او في هذه الصراعات لكن مصر بحنكة ومهارة استطاعت ان هي تدير هذه الازمات وتساعد في حل حالة هذه الازمات ولم تتورد في اي منها بتقول الوكالة مصر عززت دورها في 23 دورها الاقليمي ونهجها الايجابي المتناني للحفاظ على الامن والاستقرار في الشرق الاوسط عن رغم من التحدات الاقتصادية وقالوا ان مصر فيها بتحطها صراعات واترابات من كل الدول في السودان بالجنوب ليبيا في الغرب بتاع غزة فيه الشمال الشرق للبلاد ورغم ذلك مصر بتسعى لاحتواء كل هذه الازمات وفي نفس الوقت بتحتوي الازم الاقتصادية وشغالة في بنائها في مشروعها الداخلي ده مين اللي بيقول وكالة شون خواليه الصينية قالوا انه استضافة مصر بصو بقى الناس اللي بيشتغلوا بقى بيركز ده بره مش في مصر الناس دي بره يا جماعة أنا كنت عايز التقريب ده هو يكون طالع من الصعف والمجلات والمراكز دراسات المصرية وهو اللي العالم ياخد منه لكن هما ما علينا يعني افضل يعني قالوا ان مصر في يناير 23 السنة دي في شهر يناير اللي فات استضافت اجتماعات مكتفة بشأن الازمة الليبية من بينها اجتماع ضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الاعلى للدولة أنا داك خلدي المشري اللي دين اتفق على وضع خريطة طريق لاستكمال كل الاجراءات اللي يزيمة لاتمام الانتخابات الليبية يبقى اول حاجة مصر عملتها ده من الوكالة الصينية اللي بتقول مصر اجدعت فتحت بابها وقعدت وادارت واشراكت واشرافت على جلسات مع الفرقاء الليبيين والتقى كمان خليفة حفتر قائد العام للجيش الليبي ومحمد المنفي رئيس المجلس الاعلى الرئاس الاعلى وعقيلة صالح رئيس البرلمان ايضا في القاهرة وتم الاتفاق على وقف التدخلات تسوية الازمة الليبية من شهر يناير الماض وبشأن الازمة السودانية استضافت القاهرة في يوليو في نوص السنة بقى قمت دول جوار السودان الستة اللي نجحت في توحيد موقف او مواقف دول الجوار تجاه ازمة السودان حيث اتفق القادة المشاركون على تشكيل آلية على مستوى وزراء الخارجية لوضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ في السودان ثلاث في اكتوبر تلاتة وعشرين دعت القاهرة واستضافت قمة القاهرة للسلام بشأن القطية الفلسطينية ووقف اطلاق النار على خلفية الحرب في غزة يبقى مصر دعت وادارت واشرفت ونظمت اجتماعات على ارضها فيما يخص الازمة الليبية في يناير ما يخص الازمة السودانية في يونيو ما يخص الازمة الفلسطينية في اكتوبر وفي نوفمبر كمان نجحت مصر بالتعاون مع دول اخرى زي امريكا وقطر في التواصل لهدن مؤقتة دامت بين حماس وبين العدو الاسرائيلي او الكائن الاسرائيلي وتم اطلاق بعد الصراع الرهائن الى اخيره وايضا تلاتة وعشرين بتقول الوكالة مشانا اللي بقول مصر كمان نجحت في استقناف علاقات الدبلوماسية باع دول كانت فيها مشاكل كامدة مع مصر زي تركيا وزي سوريا والزيارات اللي قامت بها مصر بين الخارجات المصرية والخارجات التركية خلال الفترة اللي عقبت تزلزال اللي حصل ضرب سوريا وتركيا دا كان باب ملكي له عودة العلاقات بشكل كبير ولقاءة تمت بين الرئيس سيسي والرئيس أردوغان لقاءة تمت بين الرئيس سيسي والرئيس البشار لأسد لقاءة تمت بين الرئيس سيسي والأمير تميم كل ده كان نجاح للدبلوماسية والسياسة الخارجية المصرية وكذلك أيضا لقاءات الجانب المصري مع الجانب الإيراني في قمة العربية الإسلامية بين الرئيس سيسي ورئيس إبراهيم الرئيسي ولقاءات بين وزير خارجية ووزير خارجية إيران في الأمم المتحدة لها مش اجتماعات الجامعية العامة لأمم المتحدة يعني مصر يا جماعة واحد يطلع دلوقتي عايزوا يقول لي أسأل سؤال هي مصر عندها مشكلة مع مين يا جماعة ومصر فيها عدوا بينها وبين مين هيفكر هيهرش في دماغه ما عنديش الحمد لله وصلنا إلى حالة أو مرحلة صفر مشاكل في علاقاتنا الدولية فيه بروض في بعض العلاقات بوارد طبيعي يعني يعني ده طبيعي فيه توتر في بعض الماشي موجود لكن عندنا دفء في العلاقات كثيرة عندنا ثوابت في الدبلوماسية وفي السياسة الخارجية لا تخطئها عين عادية مش عين خبير عندنا خطوط حمرة مرسومة ومعلنة ومعروفة لكل الناس علاقاتي مع كل الدول العربية الحمد لله سامنا العسل علاقاتي مع تركيا الحمد لله علاقاتي مع إيران بدأ فيه تدور الزوايا وشغالين أهو دلوقتي علاقتي مع أثيوبيا فيها شوية عشان سد النهضة لكن فيه تواصل وفيه اتصالات يعني علاقتي مع أمريكا على أفضل ما تكون علاقتي مع روسيا على أفضل ما تكون علاقتي مع الصين على أفضل ما تكون علاقتي مع الهند على أفضل ما تكون علاقتي مع الأرجنتين مع المكسيك مع البرازيل علاقتي مع الدول الأوروبية للتحاد الأوروبي علاقتي مع كل الدول مع اليابان مع كوريا مع اندونيسيا مع الدول الخليج مع الدول شمال إفريقيا مع الدول أسيا الوسطى مع كل الدول لدينا علاقات قوية وتواصل حقيقي وتنوع في التعاون صوادي سياسي أمني غيره وده بيمثل نجاح باهر ونجاح يعني لازم نشير إليه بكل فخر لسات الرئيس والمنظومة الخاصة بالعلاقات الخارجية سواء الدبلوماسية المصرية والخارجية المصرية الأجهزة الاستخباراتية المعنية في هذا الأمر أعتقد أنه دورنا في ليبيا دورنا في السودان دورنا في فلسطين واضح دور محوري أساسي مفصلي دور بيمثل دولة لها مكانة علاقاتي مع الدول الحمد لله وصلنا إلى تصفير المشكلات الخارجية القادم بقى إيه اللي جاي إيه اللي جاي إن شاء الله أحول هذه العلاقات أترجمها إلى فوائد أترجم العلاقات إلى صفقات ترجم العلاقات إلى تعاون مثمر لكل الأطراف 23 دخلنا تجمع بريكس وفقوا الدول وطلبوا من مصر أن يتخش فيه تجمع بريكس تجمع الكبير الاقتصادي اللي فيه الصين وفيه الهند فيه جنوب إفريقيا وفيه المرازيل فيه روسيا التجمع اللي كبروه وصلوا لـ 11 دولة فيه السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وفيه إثيوبيا وفي إيران أعتقد أنه دي كلها نجاحات لابد أن أحطها على التربيزة قدام الناس قداني أنا أتكلم أنا عملت إيه ساعة وعشرين أنا ساعة وعشرين عملت كتير عملت كتير مشروعاتي شغالة مشروع الوطني بيأكمل خفزت على الأمن ولغيت لغيت لغيت الحمد لله زيروا إرهاب يارب بكملها بالستر الحمد لله سيناء بتضحك من مشروعات وشوفتوا مبارح ضيوفنا مشروعات في سيناء خطوط مصر الحمرة بقى الناس كلها عرفاها في ليبيا فين في فلسطين فين في سودان فين خطأ يعني أنت في ثلاثة وعشرين عملت أعظم انتخابات تاريخ الدولة المصرية في ثلاثة وعشرين دخلت بريكس في ثلاثة وعشرين الناس بتشهد لك برة أن أنت عمود الخيمة في الإقليم دي كلها يا جماعة حاجات لابد مش كلمة إنجازات في ناس بيجي لها يعني هي إنجازات ها إنجازات ومجهود وعرق وكفاح وتعب وشاءة ما ينفعش لنفوته لازم نقول للناس لازم نقول للناس ونفكر نفسنا ونقول لأ هذا الملف جبنا فيه جول هذا الملف جبنا فيه هاترك هذا الملف والله إحنا كذب بنقول للناس اهو الكلام عندنا قزمة اقتصادية لا يمكنها أحد ما يحاجب كلنا فيها لكن في حاجات ما يتخليش القزمة الاقتصادية تخليني ما شوفش الحقيقة أنا عندي حقائق وعندي موضوعات ومشروعات وإنجازات على الأرض لابد إن إحنا نخدها معانا عشان تقوينا وعشان تعيد لنا ثقاتنا في نفسنا وإحنا بنتحرك قدام بنتحرك للعام القادم بنتحرك في العام القادم بنتحرك وأنا معايا في إيدي ورق اكتياز وورق تأهيل للمستقبل أول ورق تأهيل للمستقبل الانتخابات اللي هي اللقطة العظيمة اللي احنا عمناها اللقطة اللي بتقول كتير فيها بلاغة بلاغة سياسية واجتماعية وبلاغة إنسانية وحضرية في كل شي بريكس حاجة عظيمة جدا مشاركتنا في كل القمم اللي احنا دعينا إليها في مصر ودورنا في السودان وليبيا وفلسطين شارك المتوسط وعدنا العلاقات مع تركيا والسوريا وغيره كل دي إنجازات ما ينفحش ما تشوفهاش وما ينفحش ما تتكلمش عنها ده مين اللي فتح علينا الباب وبيتكلم وكالة شينخوة للأنباء في الصين ورغم فيه تحديات اقصادية والشعب المصري بيتأمل في مرحلة القادمة خاصة إن هي السنة الجديدة بتتزامن مع مرحلة جديدة من مراحل حكم الرئيس عبدالتالتاع السيسي